مباراة النهاردة يتحمل جزء كبير منها جزء فالدو بريرا تشكيل أساسي غريب تشكيل أساسي غريب إلي خليك تبدأ بأعبد الله جمعة وأشرف من شرقي موجود إلي خليك النهاردة ما تدفعش أصلا بإسلام جابر اللي كنت بتدفع بي كتير إلي خليك تدفع محمد قناجو اللي انت أصلا ما بتلعبوش منذ ما بقيت مدرب ليه نادي الزمالك غير تقريبا دقايق على ما أتذكر يا دقايق وباقي المباراة كان بيستبعد تماما أصلا إلي خليك تلاعب أيمن حفني في وسط الملعب وانت بتلعب أربعة ثلاثة ثلاثة يبقى مفروض عنده أدوار دفاعية وهجومية وانت لسه في ديئة تقريبا ستة وخمسين يعني أفهم انك تاخد المخاطرة بأيمن حفني اللي مش أتكلم انه جاهز بدنيا ولا مش أتكلم انه هو إضافة ولا لا كل ده أكيد المدرب عارف انه بدنيا جاهز ولا هو المدرب اللي عارف لكن أربعة ثلاثة ثلاثة طريقة اللي بيلعب بها جوزفالدو فريرة محتاجة لعب الوسط اللي هو لعب رقم 8 ده يكون بيعمل أدوار دفاعية وهجومية كثيرة جدا فتغييد أيمن حفني كانت غريبة نهاردة حمزة المسلوسة قبل ما يصاب ما قدمش أداء كبير حاز إمام لما نزل شوية كان أفضل زيزو يعني هو الأفضل يمكن في الزمالك النهاردة مع إمام عشور الباقي كله مش كويس لما تيت بص على أي بي تراء الجيش النهاردة كلهم نجوم النهاردة كلهم رائعين النهاردة كلهم بيلعبوا بروح النهاردة كلهم بيلعبوا بحماس النهاردة بيدوا كل مجهودهم عشان كده ما تحسش أنه كان فيه فرص خطيرة كتير لنادي الزمالك نادرا يعني تقول فرص تشتم رائحة الخطورة مش خطر قوي يعني تقولش الزمالك النهاردة تظلم مسلا تحكمها ما تقولش الزمالك النهاردة ما كانتش محظوظ لا ترعي الجيش عمل مباراة كبيرة واستحق الفوز والزمالك بيخسر للمباراة التانية بمستوى هزيل يعني ما تقدرش تدي مباراة أي مباراة لنادي الزمالك والمستوى اللي بيقدم